قرار المفاجئ أعاد الحيرة إلى نفوس العراقيين عن مصير مستقبل أبنائهم التعليمي ذلك بعد توجه وزارة التربية الحالية بإعادة الدوام ليوم واحد رغم استمرار أزمة فيروس كورونا أزمة فضحت عجز النظام التعليمي في العراق عن التحول إلى التعليم عن بعد وهو الذي يعاني أصلاً من أزمات نقص الأبنية المدرسية وجودة التعليم التي انخفضت لأدنى مستوى لها بحسب تقارير محلية ودولية لجنة التربية النيابية في العراق أكدت عدم اقتناعها بقرار وزارة التربية إعادة الدوام ليوم واحد لعدم تحقيقه أية إضافات للطالب الذي يعاني كثيراً مع فشر التعليم عن بعد وفي الوقت الذي تشير وزارة التربية إلى عملها المستمر بإنتاج وبث الدروس لتعويض الطلاب والتلاميذ عن قطاع الدوام في المدارس تبرز مشاكل لا يعرفها إلا أولياء الطلب الذين يشتكون من الانقطاع والتقطعات الدائمة في شبكة الإنترنت والتيار الكهربائي فضلاً عن الأزمة الاقتصادية التي قللت فرص الكثيرين من الطلباء بالحصول على جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي لحضور الدروس والنقص المستمر بالكتب والتأهل الضعيف للأساتذة الذين يمرون أيضاً بتجربة جديدة تضاف لأزمات الصفوف المقتضة والدوام الثلاثي قبل أزمة كورونا من جانبها تبرز مخاوف أكبر لدى منظمة اليونسيف حول الطفولة في العراق حيث أن أربعة ملايين ونصف المليون طفل عراقي مهددون بالفقر والحرمان نتيجة تداعيات فيروس كورونا وأفاتت المنظمة بأنه قبل تفشي الجائحة كان واحد من بين كل خمسة أطفال يعانون الفقر لكن هذا العدد تضاعف إلى أكثر من اثنين من بين كل خمسة أطفال يعانون اليوم من الحرمان من التعليم والصحة والظروف المعاشية الصعبة التي تهدد مستقبل أجيال بأكملها في العراق